اصدرت منظمة صحة العالمية مساء امسن الاثنين بيانا بشأن استئناف الرحلات الجوية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد 19 واعلنت رئيسة الفريق الفني لبرنامج طوارئ الصحية بمنظمة صحة العالمية ماريا فان كيرخوف ان هذه الاخيرة توصي بالحفاظ على مسافة لا تقل عن متر واحد بين الاشخاص اثناء الرحلات الجوية حيث قالت خلال مؤتمر صحفي في جينيف توصياتنا هي الحفاظ على المسافة بين الاشخاص اثناء الرحلات الجوية بطول متر او اكتر لقد اجرينا مؤخرا تقيما منهجيا للانفلونزا وفيروس كورونا وكوفيد 19 وحددنا مسافة واقية تبلغ مترا واحدا او اكتر لذا فهذا مهم جدا يذكر ان منظمة صحة العالمية صنفت يوم الحادي عشر مارس منصر فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد 19 جائحة وهو ما تحقق فعلا حيث تجاوز عدد المصابين به جميع التوقعات اشتركوا في القناة